وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعودي لموسكو في مستهل زيارة رسمية إلى روسيا استجابة لدعوة الرئيس فلاديمير بوتين وكان في استقبال الملك فور وصوله المطار الرئاسي النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي إيغور شوفالوف وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا وقد اجريت لخادم الحرمين الشريفين مراسم استقبال رسمية بعد ذلك صافح الملك كبار مستقبليه ثم توجه في موكب رسميا إلى المقر المعد لإقامته وصل في معيات الملك كل من صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد وصاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار وخادم الحرمين الشريفين وأصاحب السمو الملكي الأمير سطان بن سعود بن عبد العزيز وأصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبد العزيز وأصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وأصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز وأصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز وأصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد الإله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير راكام بن سلمان بن عبد العزيز وضم الوفد الرسمي كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف ووزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي ووزير الخارجية عدل جبير ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد كما يضم الوفد المرافق كل من رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب ورئيس المراسمة الملكية خالد العباد ورئيس الشؤون الخاصة لخدم الحرمين الشريفين حازم زقزوق والمشرفي على صندوق الاستثمارات العامة ياسر رميان ونائبي رئيس الديوان الملكي عقل العقلة ومساعد السكرتير الخاص لخدم الحرمين الشريفين تميم السالم ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل مطهري ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر ونائبي رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري ترجمة نانسي قنقر